لقيتنا نفسنا خارج البس اخواني عدنا من جديد البس السابق انضرب البلاقات اخونا النزير اخونا كمال ربك والله اخونا مصطفى هل أبك هل أبك يا أخوان آه اللايف انضرب اللايف انضرب رجعنا ثاني كيشيك أبو أحمد حبابك أخواني محمد سعيد هل أبك مارسيا مارسيا هل أبك الزور العام المخدود في شير شير ده بكون جنجويتي إذا في عد من ينزل لنا الزور لا أعمل لها وزارة أعمل لها وزارة الزور شوتوا لنا بره دوز طوالي دمامح الفوضى هنا والله والله العظيم شفت جنجقح نهاية إذا محل لكم هنا ولا تلفوا الدويل طوالي بندوسك بره أبجي تعالي بحساب تاني تاني برضو بندوسك بره الله مرحبا بك هنا يقول إبراهيم هل أبك والدجيلي هل أبك يقول أحمد هل أبك هل أبكم هذا هو الجيشير اليوم طلعنا مدخرين يعني اليوم تأخرنا لزارة في ماء عمر الفوري هل أبك اديغم محمد مبارك هل أبك هذا الموجود على البس يشير أخونا أبو الحسن هل أبك أبو رحاب هل أبك أحمد هل أبك هل أبكم جميعا شعر 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 لايك ملصقات قلنا الدنيا دوارو والله دارة بدينجا الليلة شال وهم بنظر الموضوع بتاع الضعين شعلو هم عديل كده آه شفت في قرباتهم بيتبكوا كيف وشيلوا يشتم في المشتركة طيب انت ما وديت ناس اكناك وقاعد تدوين حتى المواطن قاعد تدوينهم يعني الفرق شنو الفرق شنو بين المواطن الهناك والمواطنة الهناك الفرق شنو بعدين انتم الشغلة دي يعني جاين ب مباركة من أهلكم هناك جاين بمباركة طيب جعلن بالغلاين يهلل ويكبر ويستبشر ما جبنا فيديو كده ادانوا فيه ولا قالوا يا اخي يا ولاد لا اللي بتعملوا فوقوا ده خطأ ما تقتلوا ما تنهبوا ما تقتصبوا لا لذلك لتنكم عديل قاعدين طلعوا فيديوهات وقمان قاعدين تعمسوهم وتدفعوا من الموضوع ده قاعدين تدفعوا من الموضوع ده يعني مباركين الشغلة نايمين في سرار الشعب السوداني قاعدين الان تعملوا كلكم ب عدة الشعب السوداني ما خليتوا حاجة حتى الملابس اللي أبسينا ما حقتكم الان ينهبوا ويجيبوا لكم ويتم تمسكين بالحياة ما لكم يعني جنجل قاعدين هناك ديلا ها جنجل قاعدين هناك ديلا متمسكين بالحياة ما لكم يعني شايفين الشغلة دي مستحيلة ما مستحيلة 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 ما لكم كل ساغ يسقى بما سقى جرات الشعب داخل المرارات ما في ذو السلم من شركم واو خايفين تقافوا من شنو أبقوا قدرة أبقوا قدرة طيب جبال نزلنا بوست كده وضعنا مهمة القوات الموجودة ومنطقة تمركوزة ومهمتها يعني شايفين الناس قالوا لا لا إبراهيم يا أخي لا 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 يا أخواننا ما في تحرك كده بيكون الجنجل ما عندهم باو علم عندهم علم باو عندهم علم باو عندهم علم باو زمانا نحن كنا لما نمشى في متحركات بنركز على الرواعية بنركز على الجماعة اللي عاملين فيها رواعية والجماعة اللي بنركز على أملة دائرة اللي بنفع التمام بتاع المتحرك نوعه عدد العربات اللي فيونه على التسليح يعني ما تفتكر انه ما في حاجة العادو ما بيعرفها لا لا بكونوا عارفين نا لكنهم عندهم متجورة انه متعاملوا مع المتحركات ما مقدروا حركات ضخمة ما يصل شغل باختلف ما وراء الفوق ما يدت براكم نخصوا المشتركة ذلك براكم نخصوا المشتركة بعد كده ابقوا جدورة ابقوا جدورة و ارجو الرأييكم اتجاك لو ما بتنفع بك ما ما منفع ها فلنقعد الليل عاملين كم لايف فلنقعد الجماعة اللي قاعدين أول يدعموا في النازل يشجعوا فيهم عاملين كم لايف ما عارف مبتخوا شواء ما ها قال لك بس هي والزرق كويس والحتيات كلها ده الهدف حتى الزرق ذاتها معلم حتى الزرق وحتى نيالة الجنينة كل المناطق بتاعتكم Brave حتى الزرح المشروع طرح patch و حتى الزرق والله العظيم حسرا بالله والله يجعيكم تغييل اقسم بالله وتثبتوا الأيام بالأفعال لا بالأقوال والله يجعيكم تغييل اقسم بالله يجعيكم تغييل سرد بس ليس قلتوا قنقر ودنقاس سرد بس الشغل لا يختلف انا قلت لكم ان المشتركة موضوعا يختلف موضوعا يختلف موضوعا يختلف وفيهم عقليات وفيهم ناس يفهم بشغل ميداني عشان كده يؤثر الارتكازات الجديدة بتاعتهم ومناطق تبركزهم دي قلت لان قاعد في كجامة جنجويدي قاعد في كجامة قاعد في كجامة ايه يتحرك لك بانداز خلال الاسبوع الفادي دي سم منك ثلاثة فزع ثلاثة فزع دي سم منك دي سم منك ثلاثة فزع ثلاثة فزع ثلاثة فزع وبنقول لك تاخ على قوة الجميل حتى دي سم منك ثلاثة فزع ثلاثة فزع الناثة والسام�� نحن بالنزل في الطريق يسر تنقرش والله لن تقول ما ذهر تقول لك الموضوع ساهل زي اول لالة وين هذا الموضوع ده تغير مية وتمانين درجاء البنجوز إنت استلمت محل علي يعقوب السيد اللواء طلص البنجوز إنت استلمت محل علي يعقوب طيب تعال تنقروا محل علي يعقوب أولا أولا تقبل كل ناس أو تسمع المشكلة وسوف تتحضل مناهزة أو لا يجب على الناس وأن تتحضل المشكلة تجيبهم وفي النهاية إننجغهم تصبح 3 عزيزة لا يوجد حتى الآن يستحضل المشكلة لا يوجد حتى الآن يشكل فلن تكون هناك ناس جارين لك ما معروف كما أن تم الناس يستحضل وليس أرسل بالطياط عليك التسكيله موضوع هذا يختلف تماماً يا الزلي يختلف تماماً بعد ذلك أربعين دليل ثاني سيدور أربعين دليل سيدور جوا والله جوا الضعين والله والله يشغل تاني أقسم بالله العظيم تندقب أسلاع كده عمرك ذاته لا تسمع تابوه ولا شوفته عمرك لا تسمع تابوه ولا شوفته بعد كده عمرك لا تسمعته ها؟ وسندي وما تقعد يتبقوا مواطنين وما عارف شنو مواطنين لا والفاشر دي فيه شنو؟ كل الفاشر دي ها والآن القرى التيات الدندير والتيات وسينجا والكل لما أصيبك من العاصمة وما أصيبك من المدن دي الآن الأماكن اللي قاعدين مسيطرين فيه دي هامو الناس تدقوهم وشيلوا تلفوناتهم دي استحقار يا أزول وحكماتكم بغادمة هناك كويس؟ يشكروا فيكم والله بعد كده بلبس أقسم بالله والله ما تستغروا تاني والله العظيم والله ما تستغروا تاني تشوفوا البل ومن إلى اللي قدامه صلى الله عليه وسلم تشوفوا هذه الجنجة لا شغل بتعطل الصاق لا شغل بتعطل الصاق لا شغل بتعطل الصاق لا شغل بتعطل الصاق ووزعين الأدوار بتاعتهم كويس ووزعين الأدوار كويس بتاعتهم كويس وقيروا مسار المعركة المعادلة تغيرت تماما يا جنجوي جنجا والله المعادلة تغيرت تماما المعادلة تغيرت ما فيس لا تاني بعد كده تاني بعد كده بلبس وبل يسع أي جنجويدي لا نساعدة في مواطن بصورة مباشرة لكن ما بنرفع منكم والله والله العزيم رفع تاني ما فيه طيب لقيت واحد جاب لي جبال منشور كده لي واحد ما قاعد ندخل صفحة ولا أني معي شغلها الكطاب القحات بتاع حزب البعث هذا البعث هذا أقضب زول ما عنده أي علاقة لا بموظف عملياتي ولا ناكش الحبة بدخلوا له جنجا بمدلك بمعلومات مغلوطة ما قاعد يطلس يبخص انتصارات الجيش يبخص انتصارات الجيش ويعظم من شأن الماليشيا شوف الزول كتب على البابا نوسا قال لك تضييق الخناق وتطوالص وتطوالص الحاميات حاميات بزاعة شنه حاميات بزاعة شنه حاميات بزاعة شنه ها شان تعرف انه زول رايح عليه وكيلك كيلك عملة حامية كيلك عملة حامية باعتبار انه حامية كاملة كيلك والله ما عنده اي علاقة ولا سمع بزاعة جنجا قال له هاك انا سقطنا كذا سقطت لا عارف انه نازل زمان فاته في جيلج ولا جايب خبر بس بكتب درب اي شكل وقبل اليوم سقط بابا نوسا قال لك لقيت وقال وحدة مكافحة هالطلس ما في طلاة صغيرة ما في طلاة صغيرة ما في طلاة صغيرة الزول قبل اليوم قال بابا نوسا سقطت اتضح ان بابا نوسا لا سقطت قال دفعتها تكسرت اتضح ان دفعتها تكسرت ولحد الان صامضة قال الفركة الثالثة فيها خلايا نايمة وفيها اشتباك حاصل وشغل بتاع مسيارات طلع الموضوع لا فيه خلايا نايمة ولا فيه اشتباك اصلا بين القوات وكله امانيه احلامه كبري ومدرمان كبري ود البجير برضو كانت طلص فوقه صقب سلع الاشارة قال الدفاعات تكسرت مع انه والله ما فيه ولا دفاع واعد تكسر خوائز قال اشتباك حول القيادة اشتباك عنيف والله اليوم دك ما فيه رجعنا رجعنا للجماعة يا اخوانا قال والله ما فيه ولا تلقى بيقادة في المحور دك ومعلومة كانت مهكدة كويس طلص طلص سجت سنار ما فيه كان اي سجوط ليه سنار وكل الدفاعات كانت صامدة وكانت سنار بخير سجتة يعني ليلا انت معلومة حتى مهيب لا سجت سنار قال سنار سكتت سجت ما عارف شنو وزود طلاص ويصدر في الهلع ويصدر في الخوف ويقعد يقول لك قال يا اخوال الله العزمون احنا معارف همنا المواطن هاي ما فيه قحات هم المواطن قضابين ساي سم بالله العزم جربناكم والله سواقين وقضابين بعتوا الشعب السودان اذا وشردتوا كويس هاي سبب في النزوح السبب في الشي الحاصل لكله قضابين ساي يقول لك همنا المواطن انت المواطن بالذات كيف تدطى الله الزلق هذا بتاع التجارة المضروبة انت المواطن بالذات والله العظيم الحصل لكله في رقبتك الناس الهجرتم وصدر طليم الخوف وتركوا ديارهم بسبب بوصاتك ديال ده كله في رقبتك ده كله في رقبتك وبعددك 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 في قروشك ها وبعددك في التجارة المضروبة تقعد تعمل دائعة اسكرية للماليشيا والصورة للماليشيا خلاص بلعت وحتى لا لديه لده كلام ما حصل يا زول ما حصل ما حصل ليس كتبتك في الميديا لديه لا يوجد علاقة بالموقف بالرياضة أو بالكرة كرة القدم كرة القدم كرة القدم كرة القدم كويس الزول ده وانت بتمشي بتحضر وتجد يجبق انه والله العظيم حصلنا وطلعت الزول بتعطاله الساقط يا زول طيب ندخل في الموغف العمليات العمليات مستمرة قبل ما ندخل في الموغف العملياتي قبل ما ندخل في الموغف العملياتي بالنسبة لزيارة ابي احمد ما ندخل في الموغف العملياتي هذا الموضوع بهدد امنه القومي هذا الموضوع بهدد امنه القومي وغير ذلك الملزوز ومدفور نحن نقول لك سابقا ان القوات المزلحة مهما تكالب عليها العداء ما سيحقق اي نصر ما سيحقق اي نصر الان جاء راكع الان جاء راكع الان جاء راكع قال اول شقال ساك في خط القحاطة وشابك لك الناس حضرت طيران وانو البرهاب ما عنده شرعية الساعة ما عنده شرعية جاء راكع الان جاي تعمل شنو جاي تعمل شنو جاي تعمل شنو جماعة ما قادش بيكون والله العظمة سيوبة لو قشت في الموضوع والله العظمة يزول دار يخش انا جاي تعمل شنو انا جاي تعمل شنو واسق فيه وهسا كده ما اخشه ما اخشه هسا كده 18 دولة الحرب في السودان اتقال لك الماليشة الماليشة دي الادوات 18 دولة بحاربه في السودان الان جاء ويا راكع والشغلة ديها شايف القحاطة ما قبلوا نهائيا شغال ورجقة ويقللوا من الموضوع ببوستات ساخرة بسخروا يعني مقللين من الموضوع معي النادي ضربة في الانكل ضربة في النهاية هيتصافحوا ها هناك برضو بتعطل الزاك سواك ها قال لك في النهاية ها معارف شو يا اخوانا الشغلة قلبت هالجماعة حتى الدعمين حتى الدعمين للماليشا دي النازل والله العظيم همومة الوحيد بيقول إن الشغلة دي تجيف أقول لك عديل الدعمين للماليشا دي همومة الوحيد إن شغلة دي تجيف الجيزة لا يستطيعون عليه ولا يستطيعون عليه لا يقول لك الانتشار الوفق ويتيح القرى الماليشة هذه لا يوجد كنترول أي ذو الشقال بينفسه أي ذو الشقال لمصلحته أي قائد شقال بين رأسه لديه مشكلات في توصيل الإمداد في الزار التعليمات لديه مشكلات والله يزول بقاء شقال بينفسه وشقال اللي رقبته ماليشة فشلت فشل زريعة لذلك يجب أن يقربوا لأنهم يجب أن يقربوا على الجيزة لو كان هناك حل عسكري كان بيحمد ديك جارك 16 شهر لو كان هناك حل عسكري وأنهم كانوا على الموضوع هذا ظاهر لم لديهم خبار عسكري وعندهم الناس يفكرون لهم تابعين الشغل ذي وحده بوحده عارفين إيجا حاجة يعني عارفين اللي بيحصل جيزة ما بنهزم جيزة قواته لحد الآن قاعدة تجد غارب بخسائر الجنجوي وخسائر القوات المسلحة الفريق كبير 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 فريق واسع فريق شاسع والله العظيم أقسم بالله نازل ماتوا موتضان والله ماتوا موتضان رغم الدعم اللا محدود والتصدير المرتزقة من كل الدول وقسم بالله نازل ماتوا موتضان وذي اكتر حاجة تخليلنا نتمسك بيجيشنا ونفتقر بيجيشنا وعشان تعرف انه لا بكاتل السلاح ولا بكاتل العدد الشيء الذي والله عقيده عسكرية معظم المواقع هجموا الدين جدي بموجات موجة أولة موجة ثانية موجة ثالثة موجة رابعة موجة خمسة وفتروا منا ده والله بيثبات الجنود وبصمودهم وبعقيدتهم العسكرية والله كان على التسليح وقسم بالله المدرعات دي زمان كان سقطت والله لو على التسليح على المدرعات دي زمان والله كان سقطت لو كان على التسليح ما تسمع يصير مدرعات مدرعات ما كان فيها سلاح ذات وقولوا عليه وعرفتها ما تسمع الكلام ده كان سلاح الإشارة سقطت والله العظيم كان المهندسين سقطت كان مدرمان يقسم بالله كلها سقطت لو شفت حجم العتال الجبل في الماليشة او بدبيو في الحرب دي كان الغيادة ذاته سقطت أنا سلمني واحد يقولك يخوى الله العظيم هو ينجيش والله انا بيحتار بالنزولنا انا بيحتار حتى ان كنت داعم للجيش والله انت ما جايب اي خبر والله ولا فهم الشغل دماشي كيف والله ولا فهم الشغل دماشي كيف الشغل دماشي بالجيش بالجيش بيتكتك الجيش حتى الدفاع لحنا قاعدين احيانا نتكلم نقول ما الدابع ما الدابع يقسم بالله العظيم الدفاع حتى ذاته لو لا قلوب الرجال دين والله ما كان سبت يخوز البجيك مطرة مطرة بتاع الثلاثة وعشرين مطرة بتاع المدفعية مطرة بتاع التقاعد في دفاع وما ابتقوا منه هل يدينك في رجال اكتر من كده كده سوال في رجال اكتر من كده في سبات اكتر من كده في نازين يقتنعوا يا زولان والله اللي قد في قرب جنجويته بتكلم قالوا والله النازين ما بكاتلوا براه بكاتلوا معامناس ثانين قال بكاتلوا معامناس ثانين ما راسوا لاف فيه راسوا لاف فيه فالمعركة هذه النازين شايفين او شايفين انه الجيش ذا بباقي الماليشة ما بيتهزم فلذلك الان بدوا يحركوا حتى بيحمد ذا مالزوز مدفور ما اخذ دفرة جايد قرب جايد غرب جايد غرب ما عنده حاجة ولا بيقدر عمل حاجة ما عنده حاجة ولا بيقدر بعمل حاجة ما عنده حاجة ان شاء الله ستشوفه بجل بعده بجل التشادي بجل تعجنوا بالسودان وبجل بجل كلهم بيهم والله ما في حل الماليشة راهنوا علىه وماليشة طلص ما بتعملية كان عندها نظر كان حاجته والسه واشايفين امكانيات الجيش شايفين امكانيات الجيش امكانيات الجيش شايفينها لسه انت سابة تصور لك انه الجيش ده وقسم بالله العظيم الجيزة عنده حديد وعنده قوات لحد الآن لحد الآن ما حركها قاعدين في المعسكرات والمعسكرات دمنا علامة جيدة ومنعرف التفاصيل ومنعرف مصادر نزال مجوعة وقسم بالله العظيم تقال لك الجيزة كاتل يتقال الجيزة كاتل وقسم بالله العظيم الجيزة الناس زير شي قال معهم قلت لك بيربع قوته بيربع قوته فقط أنا بتكلم عن محاول كتيرة بيربع القوة فقط والله بتناقش مع واحد من الضباط دلك وتلا ساعتك يا أخي مرجولين في كده في كده قال لي وقسم بالله نحن لو كان فكنا العساكر دين وخليناهم يشتغل شغل بتاع مطاردة وما ماشينا بالسياسة والتكتيج بتاع حرب المدن والله قال لي وقسم بالله العظيم كان في اليوم ممكن ندفن عادي ألفين عسكري وثلاث ألف عسكري والله قال لي في اليوم كان ممكن ندفن عادي ثلاث ألف عسكري ولا ألفين عسكري ده قال لي بليوم وقسم بالله العظيم التسلحة اللي عند النازل والقناصات اللي عندهم والكثافة النيرانية كويس اللي بدقوها على أي مواجهة لكن قال لي نازل نحن شغلنا معهم بأسلحة معينة شغلنا معهم بعمليات نوعية خاصة قدرنا يعني نستنزف قواتهم قدرنا ندمر الكتلة الصالبة بتاعتهم قدرنا يعني نشتتهم تشتيت حاصل قدرنا أنه حتى يعني سبحان الله التاسل حي المواد حلقيا أنه جنجوي الدين بيناتهم في خلافات بيناتهم في خلافات ما بطلع لك في العالم لا يلحى بريد كاكل لا كاكل بريد قجة ولا قجة بريد شغلتهم كذلك في جنب الفرطوم حسا كده يوميا يوميا نازل دقين بالليبناتهم ميتين منهم نفر نفرين ثلاثة يوميا ده كله تشتيت ده كله بصرف على المعركة أو غير الهروب كتار الهروب حاولوا قلوش بره وهروب وتخارب ووضوع الهروب ده يا أخوانا أي جنجوي دي الأيام دي في ظاهرة بيمسكوا الناس بيجيبوك بقول لك هدفع نفكلك ذولك دفعت فكلك ذولك ما عليك إلا ده رسل لنا الرغم بتاع الحساب الرسلت في وده بعد ما تضمن إنه ذولك تخارج رسل لنا الرغم بس رغم الحساب بتاعه رسل لنا الرغم في الخاص رسل لنا الرغم في الخاص بس وما عليك يقول لك والله العظيم لن يقول ما تغير طيب فابي أحمد سلم البلوك ده بتاع معه في صوت صوت مطر في جبهتك قابي أحمد زيارته دي ما أحبا فيك والله العظيم ما أحبا فيك ولا تفرح هزولنا جاي وجاي ملزوز ده زيل زي ما قلت لك يقسوا من المليشي والآن بدأوا يتقربوا من الجيش شفت قيادة الجيش مضغر سنين مضغر سنين ومرتاح نحوانا القائد لمن نحن عسكرين ما اشتغلنا كان في الجيش كان في البوليس القائد لمن يعني من خلال وجه بتعرف إنه المرتاح منزعج مطمن ما أبو الطمن بتعرفه النازل باين علم الارتياح باين علم الارتياح عشان كده لما ديك البرهان من جالي اخينا نحن في المادم متقورة كالزوبعة الحاصة دي كلامه مصح مصح بنيت بلاو الزوبعة وقدارس عسكرية عارف إنه الشخص اللي الزوبعة وعارف إنه هو جدر على المريشي دي وبلاوين وخسر قدر شنو وعارف إنه هو استنزفة إنت الكلام ذا كمدني ما بقى عليك ما بقى عليك ولسه والجاية تقل والجاية تقل وعندك الفاشر المعادلة تغيرت تماما الماليشي حساباتهم جاطب في الفاشر كويس الماليشي حساباتهم جاطب في الفاشر وده برضو الخل الماليشية في موضوع الفاشر تبقى كثير من الناس كمية انسحابات وقسم بالله العظيمة لعدد انسحابات من حول الفاشر الكتابة الكاملة تشوفها جاية وصورها لك والله دي أغلبا انسحابت أغلبا انسحابت هس في تقدم في المحور الجنوبي في الفاشر حاصل تقدم ملحوص وتسليح النازل والله عندهم القرنوف دي شفت زي القش واسقين من نفسهم وعرفين نفسهم ومؤمنين بقضيتهم ورسالتنا لأي جندي في أي محور بالنسبة للناس المتابعين الميديا دي اياك شفتها تتابع لي الميديا وتقعد يقول لك والله عظم الناس دي وتشوف فيديوهات والناس دي ما عندهم ثبات ما عندهم ثبات الجنجة دي ما يقرواك ما عارف عندهم كسافة نيران وعندهم مدفع ما عندهم ثبات ما عندهم ثبات على الإطلاق ما تشرح شايف في بوستات كده تشريحية والناس دي ما بتقاتل ومعارف كويس نهاي في النهاية بتقاتل عقدة العسكرية وانت عقدتك العسكرية أقوى من عقدت المرتزى غير يقتل وغير ينهب وغير يسرده ما في أي مقارنة بينك وبينه حصل أي هجوم موت موت راجل نزل لو قسرك برنامجك بيكون طويل لكده أحسن تموت راجل شوفنا هذا المشترك هذا اللي بيعمل في شنو نحن ما بنفضل لك ما بنفضل لناس المشتركة عليك لكن الحق يقال لناس المشتركة الآن بينجرده معاك الدفاع متقدم بينجرد معاك بينجرد معاك كله كده بدوك أي نوع من السلع عندهم مضادات على جرنوفات على كله بقاتل الجنجي ويتذا بقى بينا نزل أنت لو هم مغبون منهم ما بتكاتلهم ما بتكاتلهم ما بتكاتلهم عشان كده حدد هدفك هدفك إنك تكون مغبون من الجنجي الهدفك إنك تتصر حجموك في أي محل طاخ طاخ طراخ طراخ النازل ما عندهم أي سبات شفتهم في الكبري بتاع دوبة هناك باسيوبين وبينوبين وياهم بيمدفعية وياهم بيشنو وياهم بيشنو واقسم بالله العظيم ما قدروا يزبطهم نصف ساعة الهجوم القابلي كم يوم ده أكتر من سبعة وتمانين دي الحالة لأنا عارفهم أتأكد منه سبعة وتمانين ديل فيم أجانب ينبلوا في كبري دوبة وكن شفتك إن ميتها الزخيرة تدقوها النازل في البداية تقول النازل بمسحوا المنوع الجاعة دي هنا ولا عملية حالية وما في ذلك بيموت بزخيرة بيتموت بيومك عشان كده ركز وأزبط طيب شايف في كم يوم الموضوع بتاع أبي أحمد قلق أبي أحمد ده جاء راكع جاء راكع والشغل الذي إن شاء الله نحن مديني سبق الأحداث لأنه ما في أي تصريحات بخصص الموضوع ده ما في كلام واضح كده لكن إن شاء الله تأني الموضوع ده ما حاجيف حاجيك التشادي وحاجيك بتاع جنوب السودان وحاجيف جد كله حاجيه إن شاء الله ونحن مليشي نازلي سمينها بيرجعوا الآن أو لجعوا للمطالبة بوقف الحرب كمية من الجنجوية كالبلا للحرب كمية حتى ناسهم في الميدان الواحد نمن يجي يتكلم كويس يجي يقول لها قال نحن إذا إذا عملنا سلام يعني قدت في باله إنه في سلام سلام مع منه لكن نسلم أكدت نأمنك تأتي ترجع بمواقعك تقعد تنهب في خيراتنا شان تاني تنقلب علينا ودي حرب مؤجلة يا حبيبنا دي حرب مؤجلة أي اتفاق مع الماليشيا دي حرب مؤجلة ما تسمع ليل الخوان الباع الوطن وانضموا للماليشيا ديل يقول لك السلام والتفاوض وتعبنا وما تعبنا والله العظيم السلام مع الجنجة ديل تعبك أكتر ما عندك صبر أطلع من وسائل التواصل الاجتماعي لا تقلص صفحتي لا تقلص صفحتي زون داعم للجيش ولا التابعية خبر ما عندك صبر عشان ما هنا تدعب نفسك ساي يا أخي سلم البلوك دي أقصد مطر في جبهتك يا أزول لك الرهن يا سلم البلوك دي ينو جيبو جيبو في ناس كده الواحد من ترد عليه هنا بيجيك تاني بيحساب تاني الله مش تقول فداي شفت لو نحط البرهان في جبهتك جنجويتي طيب في تعزيزات تقيلة جدا 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 جاب الجيش وزاع العديد من المحاور عايزوا لقعت في المحور عندك عايزوا في المحور أزلو تعزيزات تقيلة الناس اللي بيقول لك ما في أسلحة ما في زخاير ما عارف شنو طلس 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 أسلحة فيه زخاير فيه كله فيه والله الزخرة الموجودة يقسم بالله العظيم تخلى الجيش دي كاتل المليشي دي مئة سنة والله كانت المليشي دي مئة سنة أسلحة فيه في تنويع في الأسلحة ذاته في شغل جديد شغل بتاع المضادات ده عشان تقوية الاتكازات أو الدفاعات المتقدمة حيث شغل كله هيكون ثاني بعد كده مضادات يعني نفس الفهم بتاع المليشي تدق ثلاثة دق لذلك ما يأتي قعد يقول لك والله العظيم ما عارف قال هنا طلس طلس سلاح موجود سلاح موجود سلاح موجود سلاح موجود طلس 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 سلاح موجود سلاح موجود طيب ده قال ضروري التقرير اليومي إن شاء الله سننزل التقرير اليومي طيب نمر سريعا على الموقف العملياتي أي زل في البزة شير أي زل موجود في البزة شير نبدأ الموقف العملياتي نختم بالموقف العملياتي أي زل موجود في البزة شير أبي أحمد داعم للجنجة لكن الآن جاء راكع معلم الناس الشير يزل موجود في البزة شير نختم بالموقف العملياتي أنا شوف الشير وصل على السريع كده سنحن موسيقى سنحن سنحن ده ده جال أحلامكم كذا يبدوا دارة نسبة التعلق بتاعه شوفوا الزولة شاهدة على وين ينبيق الزولة شاهدة على الجماعة دين أردم الصفحة بتاعته بلاقات ويجب أن يكون واتحلال داعم للجنجة ويجب أن يكون العظيم واتحلال ويجب أن تدعم الماليشيا ويجب أن يكون واتحلال من أمك لأبك ويجب أن تدعم زول القتل وزول النهب وزول الاختصب والله العظيم معناه أنت طالع من بيت ما كويس معناه أنت عندكم الحاجة دي عادية في بيتكم يعني عادي كويس يستحل تدعم الماليشيا عندما تدعم الزولة إذا كانت زودة سوى تدعم الماليشيا صاحب تعليق او شنو لو اكمل اللايف ده باك فتش اتجيبك طيب تزبيت كتشو فلان الزوت لمويتشنو محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صفحة بلاغات تقليل محمد صفحة بلاغات تقليل محمد صفحة بلاغات محمد صفحة بلاغات تقليل محمد صفحة بلاغات تقليل محمد صلاح ذا تبعا وين؟ تعليق مثبت شاهدوا قصته بلاغات جماعية 200 بلاغات بصفحته قحار صح لا تبلغوا فوقه لا تبلغوا فوقه طيب اخوانا ندخل في التفاصيل الموقف العملياتي حبيبنا موقفنا مشرف موقفنا مشرف موقفنا مشرف دقيقة نفك الاسم التثبيت بتاع الزله لكي الجماعة ماجد ماجد لكن وضح تعليقك يا سيد لكي نحن لدينا هلوسة اسمها غحاطة وعندنا هلوسة اسمها جينجا طوال من دونسك بلاقات وهناي ومثبت تعليقك طيب اخوانا الموقف العملياتي مشرف موقف العملياتي مشرف وفوق المشرف كالعادة سيطرة وقيادة كالعادة سيطرة وقيادة كن علي يقين تام وخليك كلك ثقة في القوات المسلحة وجدد دعمك للقوات المسلحة يوميا اتذكر دايما انه نازل بموته من اجلك اتذكر دايما انه نازل لو لم كان انت ملجد بلد لو لم كان ملجد بلد والله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اتذكر دايما انت بتستحقرهم واحيانا يعني قاعد تردمهم السيطرة اي نعم فيه تقصير اردم السيطرة والله اقسم بالله ما كان لجينا بلد نازل اخوانا المؤامرة كانت عالم كبيرة جدا جدا وعدة الدول اللي كانت بتكاتل فيهم نازل من بداية الاحداث فيما الما شاب اهله فيما الما صرف مرتب ذاته وفيما والله العظيم يعني فيه حيات كده دا ما دارينا بقوله نازل دا نحنا بنخزلهم بيجيهم من الايام نسحب دعمنا منهم قسم بالله ما نسحب دعمنا منهم وانا عارف تماما بس صفتي قبل اليوم كنت عسكري جيش ثم شرطة هنا والله العظيم واسق تماما انه الجيزة والله ما منهزم لملايزة ذلك ولا بيجبه العسكرية ولا عندهم ثبات والله رغم الدعم المفتوح والحياته كله اقسم بالله العظيم ما بقيفه قدام الجيش وبيننا الايام طيب الان الموغف مشرف حقيقة مشرف عديل رغم انه في بعض المحاور الشغل فيها بطيء لكن الموغف مشرف استقرار 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 الجيش الان مستغر وفي افضل حالاته والله كل الحصل ووجوده بتاعت الاعلامة حصلت الفترة الفاتحة دي ما هزت ما هزت الجيش نهاية متماسك شقالين بتعليماتهم لافزوا الخالف تعليمات ليزولوا لافزوا قال انا ما ماشي ولفزوا البارح موقعه قاعدين وسابتين وصندين وشقالين شقالين بل في كل المحاور بالين 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 في بحر بالين في ينوب القرطوم بالين في اي منطقة بالين في قرب امدرمال مشتركة بغادي مع القشن بالين في قرب السودان الهجيانات بغادي وصمود وبالين ومتابعين عندك بردو ناس بابانوس بالين وشقالين والله وما في خوف على اي جيش في اي محل لانا عزاكنا ندلوا عشل عسكري بس قاعدين في مطقة من الطمن من الطمن كل الأغلام الماجورة تتلقى حاصلين موجهة ضد المؤسس العسكرية وما زالوا الناس ذين صامدين وسابتين وبيحقهم لانهم شقالين ومقيمين وشايفين اتو في ناس ما يعملون وقسم بالله العظيم وقسم بالله الجيش راقد رز شفت الرز الرز تعرف الرز والله الجيش راقد رز راقد رز سلاح راقد هذا الدنيا كلها عسكري براء بشوف بقيم طيب عندك بحري نبدأ ببحري بحري في استقرار شفت يشخطط انفتح شفشف الجنجة شفشف الجنجة ليس بمعنى سرق الجنجة لا لا اشتغلهم شغل عادل كتل العقيد حوشين حوشين انا لا اعرف الهداء بيغادل الحطاب بيغادل ناس حطاب بيغادل هناك وغير كده الشغل مدور والكمائن مدورة والبل مدورة والمدفعية والليلة شغالة تمشت بفتش في الجنجة يا جنجة الدفاعات المتقدمة سلاحة الاشارة كما هي قاعدة الناس ذاتهم يدينهم يتأكلهم والله العظيم يدينهم يتأكلهم بس ملوكا الناس الكادر ويغادل هناك اكثر الناس قطعوا الجنجة في الصينوم اكثر الناس بلوا الجنجة وزبطوا الجنجة والجنجة بحسي قليب لا احترامنا الناس سلاحة الاشارة والجماعة لكن الناس والناس 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 يدينهم مداد بالمناسبة والمداد في الزخير وفي الامداد ملوك الكدر التحيلة وشقالين في الشغل الكتامي وفي معلمين مدورين بالليل وشغل كله بتنسيق استخبارات فل سبات فل نظل لنا ربنا يسهبتهم وان شاء الله منتصرين اي محاولة نازل والله العظيم قدره اكبر منا باستقبلوك والله باكل ارتياح نازل تقصصوا وتفننوا في جعم الجنجة اتحيلة طيب شرقنين شرقنين لان احنا قاعدين ننبح معنا السيطة شرقنين شرقنين والله العظيم شرقنين اللي ما فيها حي الليل الججدة لو تحرك الجنجة برام كده بطونه متمت برام بطونه متمت يعني الججدة لو تحرك على شرقنين المتعاونين اللي شايفوا مناق ديل ها المدايسة ديل احسن بالله العظيم ما يصمده ولو ربع ساعة ما يصمده ده لو شرقنين اتحرك من اتكلم مع ما اقولنا شرقنين شرقنين شوفوا شرقنين اخواننا لازل نشوف جيش في شرقنين لكن لسه ما باستيابه وباذن الله حتكون في استيابه في الايام الجاية الناس بحري برضو شقالين مسيارات شقالين مسيارات بقشروا لك في ارتكاثة الجنجة الحول الجيل دي بشير والله بعزلوا مع الزيل بعزلوا مع الزيل عنهم راجم الجنجة هناك جغموه منهم جغموه كيف زاد الجنجة لحتى لا محترين فيها دقوا الراجمه دي بزن جغموه من الطاقم بتاعه وباقي الجماعة الجنبا قاعدين شغل بفنيات بحسابات 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 عندك برضو شفات بتاع المسيارات دي شقالين اتياس شارع مور واللوناس برضو بدقوا اهداف لا تخصى ولا توعد دي شغل مدور برضو الشفات البدقوا بتاع المسيارات الشغالين حول المقرن دقوا لك شريحة في الجنجة دي بيقوا دخلوا عربات جوه وما تبقى من عربات من ده يدخلوا جوه برضو بنجغل حول الغيادة العامة شاب كنا نعلم حصلنا الغيادة العامة ونحنا جاءنا الغيادة العامة آآ ينجويتي آآ ينجويتي آآ ينجويتي آآ ينجويتي انه القرنة ينجويتي آآ ينجويتي آآ ينجويتي آآ ينجويتي آآ ينجويتي آآ تكون عامة الخرطوم وما يتجويتي آآ ينجويتي آآ tercer وهو لديك عرب الخرطوم وما شاء الله تبارك الله المدرعات واحد جمال قال ليه قديم حقهم ولا ذلك المدرعات دي لغنين عن التعريف يا يا سلمدرعات أبو بكر أبو بكر عبد الله استنمى البلوك ده لا لا ده ما ينتهي أبو بكر عبد الله أنا ما ذلك في الصفحة دي يا حبيبنا صوت مطر في جبهتك يا أحظر الوفياد من هنا طيب واحد قال ليه ناس المدرعات دي لغنين حقهم هم ناس المدرعات ينفزوا في السودان ما عارف العمله المدرعات في الجنجة على الجنجة ذاتهم بمشي هناك بأجبالهم بموضوع المدرعات اقسم بالله الجنجة موضوع المدرعات اللي احتاروا فوقهم بقلم عقدة المدرعات اللي كانت كم ألف من الجنجة فعدال غنين عن التعريف يا معلم المدرعات الآن وضعها أفضل المدرعات اللي كانت كثير 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 سلاح متوفر قناصات متوفرة المستنفرين كمان بيقوا شفاة المستنفرين بيقوا بدو قوي سلاحة ناس المدرعات اللي نفطوا لك المستنفرين دي لطلعهم دورات كده في عساكر جيزات ما ما طالعينها مش في عساكر جيز والله ما طالعين الدورات دي مستنفرين طلعهم نيجات ناس المدرعات دي لطلع المستنفرين دي لطلعهم نيجات كده مغيرة واحد من هناك بيقول وقسم بالله في ناس دل شاقوا بمشاقة جو عشان انضموا للقوشن بتاع المدرعات قاعدين يا ازول ازول مين بشين سلاحة بقعد في الدفاع نفسيته بترتاح افضل من تكون حابس نفسك وتفتنججون وميجون ولا تمشي تكون نازح والغريب انه يا اخوان سبحان الله هسا مش القحاطة بقول لك ما عارف الله العظيم وكيزان وما كيزان يا خالق الله امشي شفى السوار يا اخي القاعدين في المدرعات الاغلب من سوار يا اخي يقول لنا كانوا من الدروع اقسم لله العظيمة الدروع وتكلمنا عن رجال مواقب ؟ تق PREMI Para Assessment شغل الاتكازات جديدة تدوين تمشيط على خفيف ودراءات برضو مع لا خوف مع لا خوف ان شاء الله عملاتها المفتوحة ستبدأ في الايام الجائية بإذن الله تعالى بإذن الله ستبدأ في الايام الجائية طيب درمان غربي ومدرمان غربي ومدرمان فيها شغل انا ما بنكر انه بطيء فيه بطء لكن برضو فيه جعمات سمينة فيه جعمات سمينة الشغل ده حصل جوه هناك الشغل ده حصل جوه هناك فيه عمليات كده ده حصلت جوه هناك شفت الجيوب ناس على ودرابحة مجموعة على الفضل الجماعة اللي قاعدين هناك في السوق ليبيا عندكم جماعة انخمشوا اليوم جدارين جسوا جسع على خفيف لكن تم يقوم تم يقوم تنقصنا فقط فقط عمليات الاكتساح او الزحف الكابل وديها مظفر او سعادة اللواء الظافر كويس او سعادة اللواء الظافر والله العزم تعليماته في يدك والله نظاف تندرمان او قرب اندرمان ده والله تعليماته في يدك عندك يا زمن المخابرات عندك شرطة عندك جيش ما لو عدد زاد عندك وعندك 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 يأخلك الله المافجنه قرب اندرمان او خواتنا انا متكلم في الموضوع بتاع قرب اندرمان ده انا واسق تماما لجيزة لو قالتك في قرب اندرمان برفع تماما وبينشر الشرطة فيها اقسم بالله العظيمة الجيزة لو دان يعمل الكلام ده خلال الاسبوع يسلم قرب اندرمان ويتجئ على صالحه يتجئ على صالحه والله القلام ده في خلال الأسبوع لكن شو حتى تعليمات ده أنا ما عارف القيادة اللي هناك مكنتكين من شنو مكنتكين من شنو حتى المشتركة ذات أقوانه ويمان أنساب عندك نسل عاشر دين قاعدين هناك فيهم درمان كان لهم نصيب برضو في جعمل دوحة ده كان لهم نصيب برضو في جعمل الدوحة الناس اللي قاعدين في اللايب دي لشير عشان اللايب ده وقع ده كل بس بعده مشير اللايب وقع طيب أنا ده شغالين فكوا الجيش جيش ده مواقعه كثيره و جيش كثير يا أخي في نازل قال لك يا أخي أقنعه من عسكر فكوا نظف نظف ما نظف مهما كانت القسائل في جيبه البعده والله بترفع تمام غربهم درمان ده حيانا متأكد منها واسق فيها والله بترفعها وفي قيادات حرفوا لي بالله العظيم قال ليه نحن لو عدونا تعليمات بنرفع تمام منتظرين شنو؟ منتظرين شنو؟ طيب نطلع من المدرمان عموما نمشي على التياه الأجل نشيك مشتركة مورال منتظرين � Alma من المدرمان من المدرمان قبل أن مغارس المدرمان ده حاناه خلاصٍ لدينا Şey كمّلوا كلامنا. كمّلوا كلامنا. نصل محورة جنوبي. والله العظيم شغلكم بعجب. ولسه ليه قدام. لسه ليه قدام. نحنا بنقول لكم برضو فكوا. الجامعة قيادات الميدانة في المشتركة. شغلنا متوقف عليكم التلكويس إنه تعليماتكم في يدكم. تعليماتكم في يدكم. أعصروا على المحور الجنوبي. لسه. أعصروا. أما بالنسبة لا لا لا. ده كشي حالة. ده كشي حالة. هناك ناس بيقول لك لا لا المفروض ما تتكلموا كده وكده وكده. ده كشي حالة. كلام ده قد يضر. طيب. على المهم الفاشر. الوضاع العمليات فيها. الوضاع مستقرة. تدوين متقطع. متعمد من المليشة تجاه منازل المدنيين والسلاف مباشر للمواطنين. أضف إلى ذلك عمليات أرضية. مباقتة. تقوم بها. المشتركة. في عدد محاور. بالزادة المحور الجنوبي. في تقدم ما شاء الله. تبارك الله ملحوظ. في تقدم. ملحوظ. وفي شغل تاني بس ما دارين لك شوحه. قد يضر. بالوضع هناك. في صيادة أو في صيادة. حيكون في الهام الجادي وراغبوا إن شاء الله. حتشوفوا براكم. المشتركة حامل شنو في الهام الجادي. أخوانا لحد هنا ونقيف. ولادنا التغذن بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.